طيب شوف الحديث التالي وعن جابر رضي الله عنه قال خلت البطاع حول المسجد فأراد بن سلام أن ينقلوا قرب المسجد نعم أن ينتقلوا قرب المسجد لما لما لأنه صار فيه متسع فضية المنطقة اللي بجانب المسجد طيب ماذا حصل فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد قالوا نعم يا رسول الله فأردنا ذلك فقال بني سلم دياركم تكتب آثاركم دياركم تكتب آثاركم فقالوا ما يسرنا أننا كنا تحولنا نعم ماذا في هذا الحديث فضل عما سبق ماذا في هذا الحديث فضل عما سبق فضل هذا سبق أن لك خطوات لكن الزائد كما قال أخونا وهي أن الآثار تكتب لك يعني غير رفع الدرجات ومحو الخطايا فيه لك آثار تكتب لك اثنين اثنين وهي قوله دياركم ما معنى دياركم أي يلزموا دياركم فهذه من آثاركم إذن الأثر ليس مربوط فقط في الخطوات أيضا في مكان السكنة ويا جماعة لله حكمة لله حكمة أن هناك من أهل الديانة من هو بعيد عن المسجد وهناك من ضعاف الإيمان من هو قريب من المسجد ما هي هذه الحكمة ما هي هذه الحكمة واحد أن البعيد عنده همة فبالتالي لن تخطئه الصلاة وهذا القريب ضعيف إيمان فعطناك فرصة هيك بجانب المسجد روح والمفاجأة أن القريب من المسجد بعض أحدهم بيجي متأخر ركعة الصلاة ومنهم من لا يأتي لا يأتي بالمرة والبعيد صاحب الهمة والإيمان لا يتفوته تكبيرة الإحرام ولا تخطئه صلاة طب هذا واحد اثنين اثنين من الحكم أن هذا من باب الدعوة إلى الله من باب الدعوة إلى الله فهذا الشخص صاحب الهمة العالية وهو ذاهب إلى المسجد ففي ذهابه إلى المسجد يدعو إلى الله ويشجع الكسالة حتى لو لم يتكلم معهم فكيف إذا تكلم يلا يا ولد يلا يا أخوة يلا يا شباب يلا شوف ثلاث اكتبوا مداما اكتبوا الله بش راضي اكتب هذا زي هذاك ما برضي يصلي إلا بس قلنا له إيش انزل صلي وابش راضي يكتب إلا نقول له إيش ثلاث ان هذا من باب اظهار شعائر الدين في كل مكان حكمة الله لأن في رواي لكي لا تعرى المدينة لكي لا تنكشف المدينة فهذا الشخص قوي الإيمان غير أنه يدعو إلى الله يظهر شعائر الدين بينما لو كان ضعيف الإيمان بعيد كان ما ظهرت هاي الشعيرة قولك وين وين المسجد يا رجل شو بدي يوديني أما لو في خبز قولك جازم جريب شو المشكلة في طبور عادي اللجمة تعيش بدك تصبع اللجمة تعيش عشان الريف خبز مسافات أبعد بتروح وعشان بتصفع الطبور طب هذا المسجد أقرب وفيش طبور بتخش عطول أعزب وينك وين المسجد لا حاول ولا قوة إلا بالله فإذن إخواني في الله تنبهوا إلى هذه الحكمة وهي سبحانه وتعالى يظهر شعائر الدين وأحياناً يا جماعة تكون منطقة شارع مسلم في ديار الإسلام في بائع مخدرات فسبحانه وتعالى يقدر أنه هذا الشارع يسكن في طالب علم فهذا بتاع المخدرات زباينه رايحين جيين إيش زعران زيه وهذا طالب العلم رايحين جيين مين أهل الديانة وطلبة العلم يظهر شعر الدين اقتضط حكمة الله وهذا مش عارف في رحل موضوع آخر هذا لكن في النهاية في حكمة هناك حكمة ويظهر شعر الدين لا الخير موجود زي ما فيه مخدرات وفيه شيوخ بل ربما يكون يوزع مصاحف فتكمل الأمور هذا ببيع مخدرات وهذا مصاحف لا إله إلا الله هذا رايحين جيين على يمين مجرمين ومجرمين حشيش ومخدرات وذول رايحين جيين عليه طلبة علم يتعلموا ويفهموا ويدرسوا ويشتبوا منه كتبوا حكمة الله سبحانه وتعالى يظهر شعر الدين فبالتالي إظهار الشعائر سنة من سنن الله الكوني اشتركوا فيه شكرا